اشتركوا في القناة محمد سعدت معك جدا في الحلقات الثلاثة اللي قدمنا خلال أيام العيد والله طبعا محمد نحن معزورين الليل الحلقة بتاعات جنون أو حالات حاولنا نبحث فيها الجل لو كان الداعي هو جل رسمي وشعبية فيه عراض عنده عراض زيه وزي الحب الحالة الداعية الناس اللي يقول لك يا خزولدة يخد مجنون هو بالمناسبة نوع من الإطراء اللي يكون يعني عاجز التعبير ما تحبه ما يجبه لا لا والله هو يعني انت لو قبلته في حيزه لو قبلته في حيزه هو متحي متحي مطلق انت تسمحتها كثير يا زبير كثير جدا والغريبة أنا بسمعها في حيات ما يعني يعني بسمعها من ناس بسيطين جدا بسيطين ممكن يكون في زوايا شوف دي وسيل التعبير ونو وفي وسيل التعبير ونو في زوايا شوفوا اللي تجربتك ذاتها يعني زول غد ما يكون ذاته شايف تجربتك من كل زوايا لكن بكون محتفي بحاجة محددة يقول لك يخدي يخدي كتبتها كيف بزات في الشعر الشعر القصير يعني انت ياخدي قلبت فيها الهوبة ياخدي طيب يا زبير صلاح لما قلنا لك حلقة عن الميانين شايف اننا ظلمناك وليه وافقتها يعني شايف انه مبرر انت تكون في حلقة بتتكلم عن الميانين لا أنا لانه الشي اللي انا بعمل فيه يوحي للجنون وهذا يعني زي ما قاله الساس نزي بير يعني انا بكون في الشعر بقوله يا اخي داك الفنان المجنون او بسمع اقول لك الله مبارع عجابه فنان مجنون ويس يعني بيقى زول بعبر زي ما قاله الساس بعبر بالدهشة انه الزول مجنون لشي اللي بعمل فوق ده ماشي احتياتي طيب 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 سادنبا يعني اللعبة الكورة مرات بيكون بر الملعب هاري جدا وعكس وفي الملعب بيكون بياخد فاولات ومخالفات وكروت وانت حسي حتى جبال ما نخش على الستوديو حالة من الهدوء وكده لكن في الملعب شقب وضرب وكلام مع الحكم ممكن يكون شقب مع الجماهير فالتناقض بين الهدوء البر الملعب والشقب اللي في الملعب ده بتربطه فيه كده؟ دايما داخل الملعب يعني بتكون بيكون دمك فاير تكون دمك فاير مهما ما زي بر الملعب لانتك بتكون مرتاح نفسيا مهما مضغوط داخل الملعب جمهور داختك مدريب الخصم داختك يعني بتكون فاير بتكون في حالة جنونية عشان كده الجن بيكون جندان خارج الميدان بتكون شوية شنو؟ ما في يعني بتكون هاد الجنون بيجي فيو كروت كتيرة يعني لعرض كل كروت حمراء؟ والله يا اخي حسب الاحتكاكات بتاعتاك لكن التدخلات العادية يعني ما بيتشايل الكروت او حاجة زي دي قايتو على الدنيشف ده بيكون في اعلى مراتب الجن والله يا اخي الحاجة التانية على الدين ده خارج الميدان هادي شديد حمل وديع ايو هادي شديد لدرجة يعني ما زي داخل الميدان زي ما قلت لك داخل الميدان ده دمك بيكون فايرش هادي حماظ عالي اي والضغوطات بتكون عليك كتيرة عشان كده بتكون خلاص وظلت مرحلة الجنة طبعا يا محمد واضح من الصلعة في شوح في الانتاج حكس الزبير غزارة مفروض تتبقى هنا تعمل حتى الجنة الزبير الجن لو كان الداعي او جن رسمي وشعبي نعم فيه عراض عنده عراض زي وزي الحب زي وزي المرض يعني الملاري عراض معروفة واحدة من عراض الجن عدم الحلاجة يعني حتى لو اخدنا الجنون البعيد ما بتلقى مجنون حريص ان يمشي صالون ولا حتى حريص ان يجيب موسيح لك نفسه براه في البيت صلعة صحيح فانت واحدة من الحاجات اللي بتعزز انك انت اقرب للجن كحالة الداعية نعم متوفرة فيك حتى باعراضها يعني اللي المتمثلة في عدم الحلاجة لا يسترسال الاشعار الناس بيتفتكر انه ممكن يكون خاص بمرحلة عمرية معينة ام الناس بيتفتكر انه ممكن يكون ما لايق لانه ما عليش يعني انا ما بنتغد الاشعار لا مشكلة والصلاع دي مقصوده طبعا نعم فما عارف انا الفلسفة شمو من والله يشوف هو المجتمع السوداني عموما يعني عنده قوالب بتاع احكام جاهزة بيطلقها بيطلقها وبيثق فيها والمجتمع ذاته بيتعامل معاها ودرجة مصداقية عالية جدا يعني انا هسنا لو قاعدتها ابرر من هنا ليل عيدة جاي ما في زول بيختنئ ده خاصة ازاي في زول يعني خادتي 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 انه الزول ده يعني ما اهلته العقلية وما كاملة لكن هو المظهر بتاع بتاع شكل الانسان دايما هو هو بيوحي بالاحكام دي لكن الشعر على وجه التحديد يعني ارتبط لانه الزولة اللي فيكون في حالة عدم اهلية عقلية يعني هو بيكون زول مهمة عموما يعني بيكون مهمة ما مهتم بالحاكمة اي ما تكون مهتم لكن احنا لانه بنركز بنركز الشعر لانه ممكن يكون الابرز او الحتة الابرز فبينكون طوالب نحكم بها انا همشي لك الحتة غريبة شوية يعني انا قاعد اموم الاقي ناس مجانين جد جد للرسمي مجانين ماشيين في الشوارع مجانين يعني ما عندهم اي اهلية زول حفيان مقطعوية حاجة يعني هقول لك حالة غريبة جدا يعني في ناس قاعد الاقيهم في حتات باستمرار هم بتواجد فيها وانا قاعد اكون عابر بها كويس فبقوم بسلم عليهم بقوم بدعمد اسلم عليهم ففي نوع بسلم عليك وفي نوع بسلم عليك مرد بي حالة غريبة جدا في واحد منهم يعني طوالي بمر بسلم عليهم بيبتسم كده وانا بمشي محتبرك زمين ايه مرد فترة مرد فترة فجي يوم مر بجنبي سلم علي والله العظيم يا سلام فيعني بقى فيه الفهم يعني في حالة من التواصل الإنساني بينك وبين المجانين بينه وبينه اتخلقت وشيجة وذاته انا انا يعني زي جاء احساس كده انه يعني حمابر انا مجانين يعني وفي ناس مشاركين انه ممكن يكونوا نضاف في شكلهم كده وبتاع لكن نحن عمون ما عزلنا برر ولا 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 عزلنا في بس يا عزبير كونه مجنون خارج التغطية يعرفك ويحاول صاحبك معنا انت اقرب لهم ومش هم الاقرب والله انا ما مدعالي على الفكرة كويس متصالح معه متصالح معه وبعدين فيه حاجات غريبة جدا بالنسبة فينه احكام ما منطوغة يعني في زول يقول لك الكلام بعيونه ده اخطر انواع المحاكمات الاجتماعية يعني بيكونوا يا حمد عنده رايب في صلاحتك مثلا لكن ما بقوله لك لكن بوصله لك بتفهمه انت بوصله لك بطريقته الخاصة بنظراته بايماءاته فيعني الفكرة دي بتصلك انا مرة يعمل بصات بتاعت الخدراء الكبيرة دي نجابوها الوالي فقمت ركب المواصلة طبعا احنا عاديين يعني فقمت ركيت تلبسه كنت واقف يعني بفكرة دي انه ممكن يكون زول معروف يعني وعلى اللقل على اللقل الكمساري ده بالحد الادنى من المعرفة يقوم اديك الحيزر بتستحقه من الاعتبارية فبيقوم بيجي من الشباك وقول لك يا اب شعر ارجع وراه ارجع وراه بيختزلك هنا اجعبلك مشكلة ارجع وراه يا اب شعر وطبعا بعين فيك في الحاجة المميزة بس ايوا ايوا يا اب شعر ارجع علينا وراه بس كله قام بيضحك يعني وانا ما زعت من المسارة طيب طيب ننتغل صلاح والي يمكن حالته برضو يعني اذا كان الزبير بتحدث عن شكل الشعر رغم انه الزبير السعيد فيه حالة بتاعك يعني استرسال كده بتدي بعد السرح يعني زول سارح طوالي زول بيفكر طوالي شكل زول المفكر وكده دايما بيكون غاد ما يتكلم كتيري وقد يكون بعيد من الناس لكن صلاح والي انت عندك شكل يعني مسرحي ودرامي يمكن شكل الفنان المسرحي جبلنا الى حد ما عند ابراهيم عوض مثلا في حدود وخذر بشير خذر بشير لكن انت جاوزت الصقف يعني بيقيت تطلح في شجار وتطلح في حيات وكده والحكاية ذاتة بيقيت دايرالة لياغة يعني يعني انا بيتخيل انها جبالية حفلة بتعمل تمارين زينا سابدة ودها البستعين بالبلح واللبن والدخون وكده فعلى اعلى اعلى غنبة طلحتها وحدثنا الحكاية هل ما ممكن تجيب لك مشاكل مع هذا العروس أو هذا العريس والله طبعا لما نكون في الحفلة بالذات لما نقدر في الفصل الغنائي ما اكون حاسي بيزول موجود في الحفلة اساسا يعني انا تلغي كل الوجود؟ ايو نعم حتى الفرقة بقول لنا انا اغني اعتبروا نفس كل نحب ينبرف ينمتع في نفسنا نحنا يعني ما تشتغل بيزول يعني ما تعمل بيزول ركز مع العازف يركز مع حياته مع اللزمته عامو الزيقته عشان نطلح حاجة جميلة للمطلقي يعني اعلى انا ممكن اشوف لي حتة كده امشي اطلع فيها بكون مستمتع جدا يعني اكون طالع في شجرة كده وبغني يعني بكون في عالم تاني والله ما بحسب الناس الموجودين او ناس الحفلة يعني اهم شي في حفلتك يكون في شجرة مسرحك الشجرة اي عاجة اي عاجة انت عندك موقف طريب برضو في شجرة اي نعم دي كانت حفلة في كادوكلي امم بعدين طلعت فوق لقد جمع ملسامين كده بعدين كادوكليا التحية لانا في كادوكليا وكلونك وصننتوا طيبين بعدين الشجر هناك ما شاء الله شجر التبلدي والشجر شجر جميلي انا المهم طلعت اليوم اي طلعت اليوم فوق كده ومفتف قالوا الزلد يبقى الشبابين ومتكيفين من الحاجة طبعا ما شاء طلعت فوق مهم قاعدتت والناسنا معهم كده الحفلة شغال اي قال لي والله يا صلاح بالله ان احنا جاينا عشانك والله قال لي ان احنا ساقنيه في الجبال لكن احنا ونسمينا قالوا صلاح بالله جايك هادوكلي احنا جينا حفلة دي عشانك صلاحة بصراحة صلاحة اتا قبل الحفلة بتبرف للغنى ولا بتبرف للنطاب والله يا الحاجات دي كلها ان احنا طبعا بيمبرفها الغنى النطاب دي قاعدت تعملها بروفة دي بجمع الحساس بتاع الغنى لكن بتعمل حاجة عينك على النطاب الحكاية بتاعت البلح اللبن دي صح بلح والكورة كمارين مستمروا والخمسة صلاوات لانه ربنا من يتغ الله اجعلناه مخرج اي مخرج وكما ان تتغوه صلاحة تعملت اي مخرج لان اي بلس مك احنا لانه لا يوجد زمن لانه احنا لتحاول ما بين الصلاة والصلاة ربنا بكون حافظك لحد ما تدف خمسة وكاتلها من قية صلاة العيشة تلقى نفسك قرد الجسم نام دبطبت كده الحمد لله سادونبا لعبت للمريخ والهلال والموردة اتقلبت في كل الالوان الشي اللي أنا ممكن من خلال وجودنا في الوسط عادة اللي بدل شعار من الغمة يعني في الهلال مش المريخة ومن المريخ في الهلال بيكون البينه وبين الجمهور اللي هو خلح شعاره مع عامرة الملاحظة ان انت جمهور المريخ لسه حبايبك وناس الهلال لسه حبايبك وناس الموردة لسه حبايبك كسير شنو قبل ما تحدثت لقى عن الكلام عندي موغف طريف مع ويلي كد أنا في المريخ 2014 جاي من من كورة إفريغية كنا غالبين تقريبا في مهرجان في الاستاذ جابوا صلاحويل لي ونحن في الغرفة بنجهز عشان جاينا التمرين صلاحويل لي بدأ يغنمي جينا طالعين برده لقين الفنان ما في صلاحويل لي وين فتشناه ما لقينه عالشوية لقينه قاعدة المدرجات مع الشعبي كوروسم حطر عدد الكشابي لقينه مع الشعبي طيب كيف تتحافز على علاقتك رغم أنك سيدي أنا داخل الميدان أنا الشعار اللي بسته بغض النظر عن هلال أو مريخة أو موردة الفلين اللي بسته بتاعت النادي بخلص له يعني ما عندي الليلة كده وبكرة لا بخلص له كل ما عندي بخلص له دي الحاجة اللي بيتخلي الجمهور يحبك نعم كان انت في الموردة أو في المريخ أو في الهلال يعني ما عندي مشاجرات ده شكل برضو شكل من الأشكال الجنعة الزبير يعني ده أسأل لك التكبيل يعني لخص تلينا الحكاية قلت إنه الناس في وصف الزول بإنه مجنون بيهتموا دايما بالشكل مثلا الشعر المبرمة الشعر الكثير والبنطلون الجنزي اللي بيكون مرجع كده وصخان ولابسه شهرين ثلاثة لكن الحكاية دي فيها فيها حالة صوفية يعني من خلالك إنتنا بحث إنه في زهدي وفي إيسار وفي دي كلها يعني وفي محبة للأشياء وفي تقدير ليه وفي بحث عن أسراره كده اهتمام بالشكل هذا دارك تحدثني عن النقطة دي وتستحب معاك حالة بتاعة مبدعين سودانيين يعني أنت بتحتبرون إنه بيصلوا بإبداعهم لدرجة من الجنة والله يخي شوف أنا والحاجة المثال الحالة الصوفية الحالة الصوفية دي يعني مثل أنا متقمساني تماما قمساني تماما لكن إحنا دائما كأدب وتأدو في حضرة التصوف نفسه بنفتكر إنه هي حالة يعني ما زل ما بيتكلم بها بقدر ما إنه هي حالة من حق الناس الآخرين يعني يصفوك بها أو يشوفوها يعني لأنه الكلام بها والحديث بها بيقلل من قيمتها يعني أو بيقلل من قيمة مصداقيتك في التعامل معها أنا مثلا دي مريحة جدا بالنسبة لي ناس كتار بلابوني بقول لي يا أخي نحنا ندخلين أنا طبعا نوبي لكن الناس بيقوموا يقول لك خطة بتشبه العركيين مثلا العركيين دي هم هلنا ناس أزرق طيبة وكده وبينه وبينه محبة كبيرة جدا محبة كبيرة جدا وفي مرات يعني ما يفشي مثلا كردوفان مثلا غرب كردوفان يعني كنت مشاهدة عملت تصوير لحلقات هناك أثناء الجولة دي كلها النازل كان يفتكرون أنا يعني أنا من المسيرية الحمر طبعا المسيرية الحمر يزروب فالمسألة دي أنا كنت مرتحة جدا مرتحة جدا لأنه يعني الزول العين اللي بتشوف فيك ملامح أو جزء من ملامح السودان بدون التصنيفات الضيقة دي أنا أفتكري أن ده برضو عين مريحة يعني صحي عين مريحة في التعامل وعين مريحة في أنك أنت قدرت تنفذ للناس من زاوية تشوف جميلة ومن زاوية توجدان صادق يعني الجزء الثاني من سؤالك أنا أفتكري أن الدوش إن شاء الله يرحموا يعني ده كان حالة 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 عجبة وعندك جماع وعندك يعني الناس زيال هم كانوا يعني 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 هم حلقوا في فضاء يعني المتلقيين أو نحنا ما قدرنا حتى حركة النقد وغيره نحنا ما قدرنا نستوعبه لكن هم كانوا يقيموا هو المناسبة المجمون الداعين ده في قمة عقله ده في قمة نضية العقل وقمة التركيز بتاعه بحيث أنك انت تستقبل قتة السرحان والحالة بتاعه يعني ذات انت الحياة ذات انت بالمناسبة يعني لما لما تسمو يعني بتحس بمتحت بقيمتها وبمتحتها في إسعاد من هم حولك وأنا أفتكري أن ده برضو حالة من الجنون الجميل وحالة من التصالح للنبيل وحالة من يعني لو رجعنا للدوش أنا أفتكري أن الدوش يعني صور البشعرية كلها صور فيها شكلي من أشكال أي يعني فكرة الفكرة المنفلطة الجامحة يعني يعني قبل أن تقلتنا مقطع لو رجعنا ليه الحتة تحت يجيني زمان أمتع نفسي بالدهشة لا أمي شهقة جروف النيل أنا زول يعني منطقتنا في الشمالية جزيرة حاسي بالحتة دي مش حاسي بها بس يعني أنا لما نمشي أشوف المشحة ده يعني لما جسمي بقي شعر لأنه يقول وتمشي معي وتروح وتمشي معي وستروح إلى البلقاء وبيعرفني أنا بعرف معاك يعني ده حارة من الأغنية بس إذا تتحلل لازم يحلوا له علمات تحدثوا اجتماع ما يحلوا له نغات تتجاوزت حدود العقل تماما يعني بحلق الدوج في هذه الأغنية بحلق في فضاء سرمدي وفضاء لا متناهي وفضاء غير مرئي بالشوف العادي يا جماعة الشوف العادي ده وزي ما قلت برضه الدوج كان إنسان بسيط وممكن تلقلابس وممكن ما مهتم بيشعره عادي جدا عادي جدا لأنه عنده فضاء عايش فيه لا مرئي بالنسبة للناس العاديين صح بيشوفوا الناس اللي عندهم الغدرة على إنهم ينفذوا من وراء السطور يعني الفيتوري اللي أو نحسى بيه بعد الزمن ده كله آي الفيتوري برضه أنا بفتكر إنه يعني العاقل ومن صنع أشوف أهل الأشياء يعني دي برضه حالة بتاعت حالة بتاعت يعني زور رايح في تفاصيل حياته صحيح صديقي يعني شوف الطبول بيتدقوا ساحات لي فرح نور وجمل للحزن شوف الكلام حالة من حالات جلو طيب محمد ده رجل صالحوا اللي ده في حتة بتاعت لأنه برضه ممكن نكون مشترك مع الزبير وبرضه سادمة لكي ما عارف هل حنطلع فاصل ونجي نواصل ونجي نواصل تاني في الجزء التاني تمام شوف قدنا مرة أخرى برناجة الحالة دي ومع المجانينة محمد الطيب مع المجانينة وممكن طلعنا فاصل لأنه كان صالحوا اللي ده رجل يعني أخذ لغة في ذات كده ونرجع تاني الزبير وصلاح ومحمد برضه ممكن تكون شريك في الحكاقة دي يعني الزول مرات المبدع برضه بيتهمه بأنه مخدرات وحاجات مسكرة وأنه محتاج لأنه يقيب عقلته وكده أو حتى مرات التصرفات المثل تصرفها يقول لك الزول ده ساطيل وكده حتى الوصفات السودانية بلغتنا الدارجية وفي الوسط الفني برضه فيه حاجات كثيرة يعني ما دهنا غيبه وما دهنا نتحدث عنه فهل فيه يعني لجول الجنون أو انفلات لحالة إبداعية بيتمدي صورة غير شريعية مثلا عن طريق مخدرات عن طريق خمر عن طريق عشان أنا أكون مبدعه إلا الكلام ده كلام جنائس صلاح لا طبعا أول حاجة أنت أنفل الاتهام اللي طبعا ما عنده علاقة إبداعية حاجة ربانية أصلا يعني أنت يعني مستحيل أنا أكون واعي والتشاري بحاجة تتكلم أحسن مني علميا أنت ما حتقدر لو أنت أصلا مضعاطي حاجة لا لكن ممكن لو طلعت في الشجرة ده لا تكون في حاجة زيادة صح؟ طيب ممكن تقول حاجة ده ربانية الروح ربانية أي يعني ما عنده علاقة بإنك لازم أنت تضعاط حاجة لكن أنا كصلاح أقول لي يعني في ناس كثير يعني ما بيعرفون إيه نصلا بيقولوا يعني أنا مرات بجي بلقى ناس بتتوين ناس بي وانا بسمع والله صلاح أقول لي ده مبارح جل حفلة يا الله طلعوا المزرح والله ياه العظيم الزلدة ضارب طال للك شجرة الزلدة ضارب حاجة ياخده لحد ما مطلعه الشجرة ياخده تلا في راس البيت من راس البيت ما شجيران ياخده زيارته ذاته مجمونا يعني أنه يتخيل له أنه عامل حاجة اهي يعني أنا مرة قافلت غنية في راس البيت طلبت في جيران مركت بهناك ما شير بيتنا هاي هم في ناس ما بيصدق يعني إلا إلا البيرف على فكرة يا صلاح محمد ذاته هو ما بعيد من الاتهام دي ما بعيد من الاتهام بأي حال من الأحوال وبرضو بتكون سمحته كثير لكن دي الحمد الله دي كل أنا حاجات بالنسبة لي أنا حسنات يعني أي زول بيقول كلام ذاته عارف نفسك نهم رب لك الحمد والشكر لكن ما عنده علاقة أصلا بالإبداع الحاجة وك محمد دي فرصة إنك أنت ذاتك تدافع عن نفسك والله يا طبعا زي ما قال الجدري نفكر إنه تدخلتني ذاته ايو ايو لكن لنا سعيدين إنه دي الروح تكون روحنا الخماسية يعني نحن كل حالة بنحاول نتغمصها وندخل فيها دي رزال سعدومبا يا محمد محمد نت ذاتك برضو عندك التنمات بالجيق ما عارق منا سعدومبا دي رزالك هلالستايل بتاع لعب الكورة إنه يكون عنده صلعة مثلا شاهدنا كثير مثلا اللعيب ناس رونالدو ناس صح عندهم صلعة و حتى حتى عن انطاقة المصر مثلا وهي الجيمعة و كده أو لعب عندهم شعر كثير مثلا هل الستايل ده مهم عشان يميز اللاعب مثلا حاسي إنت في سواء كنت في تشكيلة الهلال أو المريخة والموردة أصهر أكتر لاعب زائر حتى لو ما قدمتك ظاهر ظاهر سعدومبا صلعة يا سعدومبا تكملة سؤال محمد يا دي مقصودة ولا ربانية يعني جاءتك صلعة قدر بجيت تشكيلة كلها ولا انت قاصد لا لا مقصودة لا لا مقصودة لو خليتك يقوم زي ويلي وزي الزبير و كده يقوم ايه مقصودة و بقت يعني بقت سعدومبا خلص يعني ثاني سعدومبا لو رب شعر حيختلف انت قاصد تقلت بقى سعدومبا الاصلي ولا ما قاصد والله يا اخي يدور سعدومبا لعب الناسة ما أنا ما قاصد جاءت كده عريثة أنا و كنت في الموردة في الموردة الوقت داك سعدومبا كان في الهلال قمت خففت كويس كنا لعبين ضد الهلال جيت خاشي استاد الهلال بقى كوركولية ولدنا سعدومبا الصغير سعدومبا الصغير من هناك خلاص بك السعدومبا بك السعدومبا قلت لهم خلوها كده بس بعد وفي شبه على فكرة في شبه ممكن يكون في شبه والحاجة التانية جددنا أنا و كنت جيت الهلال سعدومبا كان ماشى و جاء راجع ايوه صح في نفس اليوم سجلنا سوا صادفت عجيبة صادفت عادي صادفت انه قالوا سجل سعدومبتين طيب صلعتين انتم ايه صلعتين ايه ايه الزبير يعني اه حصل ليك موقف ولا كتبت حاجة ولا اي حالة من حالة ابداعك وجنونك براك قلت لنفسك والله انا مجنون ايه حصلت حصلت في الصحافة ما حصلت في الصحافة حصلت بشكل اه ممكن يكون جزء من سؤال محمد عبد الماجد قبير يعني بقوم زول يضرب لك ترفون الصباح كده تكون تكتبت لك حاجة و انا عادة يعني اندي حالك عاد تكون غريبة جدا يعني يعني والله بامانة شديدة يعني يعني مرات بقوم بحاول اجتهد جدا انه مبارح نكون تلابس هنا خلصة نهاية يعني بحاول اتذكر كده يا رب اكون تلابس هنا ومش كده بس و المغالة اللي بقوم كتبته و رسالته الجريدة ما بقوم تذكره نهاية هاي بكون خلاص ماشي الجريدة ايا كان الموضوع يعني إلا يضرب لما يضرب ليزول يا أخي باعوا المغال اقول لنا كاتب عن شنوزاته والله بامانة يعني يعني غالبا غالبا يعني بقول لنا احاول كده بس ان شاء الله ذكره العنوان فبقوم مثلا اني ذكره يقول لك يا أخي والله شكلها كانت قوية جيب تأمين طبعا بين غوصين كده يعني الناس عندها اعتقاد انا فتكري انه دي مناسبة الناس حاول تصحح بعض المفاهيم انا والله ما عندي اي مشكلة في انه يزول اتهمنا اي اتهم في الصياغ ده يعني لكن بالذكر يتي اشتغلت في مؤسسة صحفية كبيرة لفترة طويلة جدا المدير الاداري ده كان حزر جدا في التعامل معي حزر جدا يعني وزول بشعر الدول بتاعه وطبعا بالقدام يعني صار احنا كده وواصلنا فلو مره ما نجيه في المسجد بتاع المؤسسة ده كان من صلي حكايته شنوية بصلي معانا كمان فبعد فترة طبعا اتجسرت الحاجات اخذ سلطة اخذ تجاهبين انه مهنان مهندزاته طبعا الاعتقاد بتاع انه الناس يزول بكون شكله مختلف او بتاع او بتاع مخدرات او بتاع الفهم ده انا ما عارف يعني انا ما دار ابرر لكن يعني الناس يزال تهموك يعني ذو في السياق بتاع فكرتك الابداعية مقبول لكن ذاك بيبقى فيه تجنه طيب الزبير انا احنا قبول ما ننتقل للصلاح عشان تواصلينا بنفس السؤال ان شاء الله بعدين ادينا غفظة كده داير اسأل يعني الجنون ده هل زول البطلق عليهم الجنون دايما بيحسوا انه زول مسالم كده وهادي وزول طيبان كده ومرات يعني نوع من الاستحجار مثلا يطلقه على زول مثلا ودائما بتالقونزا هذين حتى انه يبرروا او يدافعوا او كده لكن حتى في اللاحياء حتى في الحلة مثلا زول ما يكون عنده علاقة بانه صحافة او فن او كده او كده زول تلقى ماشي في طريقه بيجي الدكان يشيل حاجاته ويمشي وما بتكلم معه يقوله ياخد ده زول ما مجنوى الساعة زول ده ايوه هل الجنون العام ده مثلا في الشارع وفي الحلة وفي الدكان نوع من يعني المسكنة نوع من الزهد نوع من شنو والله يخي شوف هي نوع من خاصة للناس المعندون علاقة بالإبداع هي في كل اللاحوال واحد طبعا اذا في زول عادة هاسي في الشارع مفتكرون الحالة ما بتختلفنا زيبير ساعد ليه لانه هي هي قدرة على انك تعيش في حالة من الخصوصية في المنسب الحاجة ده صعبة يعني تعيش في عالم مكبرات بتصوراته بحاجاته وده زول كافي الناس شروا انا وعشان الناس دارين منه شنو يعني يعني الناس مبرو يحوك وبعدين الناس زي ما قلت لك الناس يعني هم مجتمعنا سوداني ده مجتمع ناغب جدا ومجتمع عنده قدرة على انه ينصب محاكم في أي حتة يعني في بيت بيك بيحاكموك في دار الرياضة بيحاكموك يعني في حالات غريبة جدا انا بذكر انا من حالات انا من حاكموك انا من مشكلة انا اتحاكمنا خلاص نحبس الدول بعدين شهادة من بحشر لانه هنا مارقين احنا مواخذين فكنت لما انتحنت الثانوي قررت حسين الثانوية فكنت ساكن في السابعة في نفس الشارع كانوا ساكن معنا سيندي زمراوي ومحمد المهل الفادني الفادني فاد هذه علاقة معه قديمة جدا من انا طالبي وهو الفترة ديك نجمي يعني او في بداية نجوميتهم نجمي يعني انا معروف او رضا اصلا فبنجي ماشين بلقى محمد المهد الفاد اذا خدت كورسوه قاعد قدام البيت فبعاليه بضحك او انا بضحك بعد مرات مضغط الحاجات بيقول الشفح في الاحياء الشعبية المنجي ماشي بعد انت تمشي كده مهنت مرات في زول بيطلق الحكم لكن ما عنده القدرة على تحمل مسؤوليته الاخلاقية بقوم حاكمك وبينزوي كده شفتها زي ناسا بيقوم ينبذك في المدرجات ويزوغ لما تعالي يعني مجالات الصوت يعني بنميز الصوت فبيقوم بيجوا ماشين بيكون بتونسوه وانت بعد تمشي واحد بيقول لك شلاقة دي عندها علاقة بحاجة درامية شلاقة مثلا لما انتم تقبلوا اي حتي بعمل فارح يعني بمارك لكن هي محاكمة لك مرات يقوم يقول لك يا بشعر بشعر طبعا السودانين بيقولها بقسوة كده زي بصلعة بشعر ولما تقوم تعالي بقوم يعمل فارح مزهور بحاجة تانية كده طيب يا صلاح يعني الفنانين لما يمشوا مسارح او بيوت العراس طبعا هو هذا المسرح الاول والاخير مرات الفنان بعد بحدد انه دار يقرأ يغني شنو بعد ما يقرأ شكل المعازيم والاكتر العمة والاتشارتات وكده بعد ذاك بحدد انه هو يخش عرضه ولا سيره ولا غنى خفيف ولا اخلافه الحاجة دي حتى في النطيط وحركاتك الكوميدية الجنباصية عنده علاقة بالمعازيم يعني ممكن تلقى عمام كثيرة تلاوس كده تقول لا احترم نفسي لا هي طبعا اختيار الغنى ده هو مزولة الفنان انه اختار غنى يحرك مشاعر الناس المويدين دي ويس يعني ما ممكن انه تجي حفلة تغني لي اه عيواناتك لو الدلمين ما في زلح يقوم بالكورسي احتمال يعني يقوم يخلو لك الحفلة لكن انت بتمشي تدريجيا يعني المعروف في السودان انه اللي يغاع بتاع السيارة ده ده يغاع ممكن نرقص الخواجز ذاته لو انت نجيت السيارة دي بتتحرك بلعب شجرة اه يعني دي الفنان هو البجرة الملعب حاسي البصمة الاكشن انت في اللي انت قبل عملتها لنا البصمة في المسرح الاكشن والحركة بتاعتك ايه فنان انت قبل عندي مثلا جمال فرفور عنده طريقة معينة كده في الماي فلان كده فانت بصمة تكشينو في المسرح من خلال البصمة الحركية عن الله هنا البصمة الحركية كتيرة يعني في المسرح يعني عادي ممكن تلقى اني قاعد ورا بتاع الورغان قاعد ليف رأسو بعمل ليفت في شعره او مشيتلي بتاع السوم بورا او مشيتلي التباخين بالقوم بينا انا بقوم ملافي حتى بقوم نسناه المايكل ويرلس بقوم معي يعني ممكن اني حتة معينة بتحاسب الناس ايه يعني انا مرة في حاسب مرة في حفلة كده من الحفلات يعني الاسناه ما انا عامل كده في الصالة قاعدت ينبي اثنين كده جيت كرسي فاضي وبغني قلتنا قلت لي اخي قلت بعمل ليه كده جانب الشر براحة قلت ليه انت مدعشيت ولا شنو قل ليه انت مدعشيت طوالي من محليتك ومشيت وين بالمايت مشيت طوالي التباخين جبت الصحن بدايه فيدي خطيت ليه ومشيت لا شلت فيه حسنة كبيرة لكن يا صلاح لسه انا انا مصر حصل من شكل المعازيم استحيت انك تنطط لا طبعا حفلة فيها سفير فيها رجال عمال فيها وزير فيها كده عملت احجام انا كمان ابدع لما نلقى الوزير لانو بتذكر من حفلات سنية النساء عصي بيقى التايبات ان شاء الله ربا يتوب علينا جميعا اللهم امين المهم من كانت فيه دكتورة عبودة عبدالوس انا بحيئة باكل صلاح انت طيبة المهم هي كانت من المعازيم بس نامج الفاصل الغناي بتاعي طوالي جيت قاعدتا جنبها بس اكتاها من ليدا طبعا مرة ما شاء الله زولة شبابية بتحب الغنو بتحب الطرب سكتاها معاي طوالي من السجينات نحن في نص السجينات نحب ناربوس معهم لكن يا صلاح محمد طيب انا افتكر انك غنيت كتير انت طبعا في السجون انت كده بتعلم السجون ممكن نطلعهم من السجن لا نحن نشارع نحن بنوريهم ان برضو نحن زيكم ممكن نغلط كل الناس يعني ممكن سجين يعمل فيها فالناس يعني نحن بنجي نرفيه اليوم كويس لكن هما منهم فينا كلنا بنغلط في الناس طيب الزبير وسادنبا سؤال ليكم مشترك ابدأ بي سادنبا وارجع لالزيبير سعيد السجون مرات يا الزبير وسادنبا الجنون ده برضو نحن كبير انتغدنا انه مرات يعني بيضم حقوق لكن مرات يعني حتى مثلا انت شغال في مؤسسة صحفية او في بنكة او هناك لو كنت مجنون يقول لك الزلده مجنون ممكن يعمل ليا حاجة حتى مثلا انت الكورة يعني انت ممكن تكون في الكورة يقول لك الزلده مجنون يعني ممكن تكسروا مثل كنت تجيب له رباط صليبي ممكن يكون فيه احترام لجنونك ده الحكاة تقعد تلاقيكم وإلا جنونكم خاصما عليكم ويا محمد برضو فيه جن مسلم وجن يعني فيه جن بيخليك حقك يتطلب فوق تعمل تصرفات ما تماما يعني فيه جن تنزوي وتمشي مباشرة بير ده من الجن المسلم اللي بينزوي مباشرة ما بقى عم يعني في الميدان حذريك يقول لك يا أخي ما تخش لإفلان ده لانه لو خشيت له او حاولت انك تحاوره بيكسرك ده مجنون انا عادي ممكن يكسرك اشيل فيك كاريته حمر ويطلع ولا فيزولي زاله مجنون ده مجنون فيمنو بالاسم والله يا أخي بالاسم بيخليه يعني فيه دايما بتلقى في النادي لازم يكون فيه واحد مجنون دخل الميدان ده بيكون ياهو زي ما بقوله سيداتيم ده الجزار يعني زي عمار الدماثين عمار الدماثين ده بأي مهاجم بيخاف يعني انه يقوم معه في احتكاك أو حاجة ذي ليه لانه يتكسر مجنون بيكسر منو ذاته سبب اللي عرضوا ليصابات كثيرة طبعا ايوا صح بقول لك ده مجنون ما تحاول تتقرب عليه او تخوش معه في احتكاك و بوي عبداللطيك بوي والله بوي ماذا يا عمار بوي ماذا يا عمار وعلى الدين برده يعني على الدين يوسي صلاح نمر ممكن يكون في المريح برده صلاح نمر برده يعني الزبير انت جنونك ده ممكن يعني في الجلالي الطوالي بكون الجوب بتاع التوتر والتنشن شديد يعني ممكن مع السكرتارية مع التصحيح مع رئيس التحرير مع كده فهالمرات استعملت جنونك في هذا الوضع يعني والله ما ما كتير لكن عموما انت لو الناس يعني ممكن تنفعلوا انتو الاثنين لكن الناس بعد ذاك بهيئتك ويتشكلك بيقوموا بيكون اكثر قصور في محاكمة الزبير يعني حتى لو يفعالي اقل من محمد طيب مثلا بحاكم انت بيصلك لك يخدمها مجنون اصلا يا غيت انا عملت حركة قبل كده يعني يعني حقيقة ما ما ممكن عملها في العمر ده والمرحلة دي يعني هو دين مسلم جدا يعني يعني تذكر والدنيا كانت على خشة على عيد وما صرفنا وروشه بتاع وانا شغالين في جريدة اه ماذا نسميها هي سياسية ولا مياضية لكن برضو انا صلاح شعور ربنا يتراه الله الخير يعني كنا سواء طعا الحياة زمله وصديقه اصدقاه وصلاح وستاذنا حييره فا انا قمت عملت حاجة غريبة جدا الجريدة الجرية دي زمان طبعا بيصموها نظام بتاع الكترس والمقصات والمقصات وصعب جدا تصمم لك جريدة من جديد والزمن والمطابع محدودة كنت شغالين في حتة قريبة من جامعة خرطوم وانا طبعا علاغاتي وثيقة جدا بالاصدقاء في جامعة خرطوم وزمله واصدقاء وكده فقمت كنت دار بروش انا ما قاعد احب الفلس حقيقة لا مش ما بتحمل نحن اولاد اسر بسيطة يعني بتحمله جدا لكن ما قاعد احب وما قاعد احب الطرف يعني انا بين غيضين يعني ما قاعد احب يعني القروش الكتير دي ما قاعد احبها صراحة يعني ممكن الناس يقولون ما صادق في المسألة امانة شديدة يعني كمان ما قاعد احب الفقر والفلس يعني الفلس ده ما متصالح معه بفتكر انه الفلس ده شكلي من اشكاله القبحة ما محتمل يعني يعني بيديك عدم قبول لروحك ذاته يعني ما تكون مفلس ما تكون قابل روحك وفتكروا ده مرحلة متأخرة من مرحلة الرفض الزاتي يعني فكنت مفلس جدا وقنت طوالش كاوشت الجريدة المصمم وانا قلت لا وانا قلت عارف انه النزل حيتراجع وحيفتشونه حيالقونه 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 ما عندهم خيار غيره شلطة مشيتماجعة عن خرطوم قاعدت في الكافترية وخطيته يعني في ظرف بتاع المصصصها الدونة دي كانت اتقلبت مش القروج جهزت المشكلة كان انه القزولة المجنون ده مين عشان عشان نديوه فالثورة دي الثورة المجنونة دي خلت القروجة الناس قلت القروجة بل جن المسلم ده يعني طيب يا الزبير محمد قبل ما تمشي الاصلاح يعني مرات يا الزبير حتى الموهبة دي يعني زي الفكرة بتاعت النيل لما ياخد كفايته من الموهب يكسر في الحلة مرات الموهبة اللي بتلامس الجنون بتفيد لمواهب صغيرة يعني انت معروف في الكتابة يمكن في طريقة الحوار لا يعلى عليك لكن عندك مواهب افرزت موهبتك الواضحة دي افرزت مواهب جانبية صغيرة يعني عن جبد منها الغناء وانت صاحب صوت جميل يعني ومنها الحصة الشعري المرخف جدا والله انا ومحمد وكل المشاهدين نكون سعيدين جدا لو سمحتنا مقطع من امنيك او ابيات شعر نأكد بها انه الجن بفرز مواهب جانبية غير موهبتك الصحفية المواهب وطبع كل الناس انت انجبت مواهب اصغر ومواهب ممكن يكون الناس ما عارفين او ما واضحة فلك الخيار اغنية دندنة طبعا من غير من غير مساعدات او شعر وطبعا في حاجة الناس كتار جدا ما بعرفوها او قد تكون فترتي القصيرة جدا مع كرة الغدم ما اتحت انا كان مفروض العب في الموردة وكان مفروض العب في الهلال صراحة ان الموردة لا ننحن ولا اتبانت يعني يترفعنا كده قالوا لي تلعب سنة في الاجبال وبعد ذلك نصعدك ابيت الفترة دي كانت فترة ناس حسن حامد ونسان عباس فمشيت مشيت فريق درجة تانية وحوقت ما واصلت الهلال انا برضو رفضت تلعب في الاجبال على سنة سنة يصعدوني برضو تنقعت على الفكرة كده الفترة بتاعت الزهوة بتاع الشباب ده وحتى ناس الموردة كان بيقول ليه عسام عباس الصغير لانو شعري كان قدير كده كنت بتلعب شنة الزبير أنا كنت لعبها بوسط متقدي يعني فترة برغم قصرة يعني انا زى عملت عدد من الناس المتميزين يعني انا بتكرر حموري حموري بعنجة جرة بعنجة ايوه واولاد معني معني ده طبعا اللعبوا معي في منتخة المدرسة حاطي المعنجة ومحجوب علي كافي محجوب كافي ده واحد من يعني واحد من المواهبة اللعب في الموردة ولعب في المريخ واسه يسافر بره خرافي وطبعا لا سادهم بلا أنا لا 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 ما حذر محجوب ده محجوب ده بالمراسة فترته ما بعيدة لكن محجوب ده لو كان قدير له محجوب ده قرى معي من الابتدائي وجلال جلال الحاج ده لو لا دفعاتي طبعا قريرنا سوا في المتوسط والعلم في المنتخبات المدرسة آآ يعني ده فترة فترة كورة ما استمرت كتير لكن كنت بتخيل انه أكتر حاجة كان ممكن ننجح فيها كرة القتن بعد ذات هسي لو سألتاني نازمي السعيد إنته صنفوك شون أنا ما بعرف طيب طيب بدينا المقطع ونزوق بدينا المقطع ونزوق بدينا الحتة بتاع الطيب بدينا الزكريات بدينا الزكريات بدينا الزكريات دي استهلكناها جدا أغني شنا صالح والله يا صد أنا نفسي أسمعك كمان اللي يعني أغني حاجة اللي وردي أنا طبعا أنا جستى صوتي بالذكريات أغني غني اللي وردي حاجة أنا نفسي أسمع منه مقطع بتاع الشعر أغني شعرا بصوتي طيب أغنيتنا أنا عارف المشكلة طيب خلق يبيل لما نقول بيقول مثلا بتطلع انت من صوت طفلة 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 وسط الأم منسية لحد ما يجي الحتة بتاعة العجبان وأساني جدا ومن شهقة جروف النيل مع الموجة الصباحية حالة الغنى دي حالة حقا دي براي يعني مرات براي بغني في البيت طبعا دي حالة ما بقدر أسيطر علىها مرات بكون رب المواصلة خارج السيطرة بكون قاعد بمواصلة ببعد ورا بالدندم هاي يعني يعني عاجباني جدا واسراني جدا بتاعة الهادي الجبل ومحمود عبد العزيز شنو افتقدتك البنية المدينة البنية يا سلام براي بقعد في الحافلة أنا الحواطة اللي يديهم العافية صحابي وصحابي بقعد ورا كده ببنزو وبراي يعني حسب نرات المسافات بتكون بعيدة يعني مثلا البنية الجاية راق البنية يعني حسن عملنا فرسة استلاف لكن لما نغناه في مغامل السليم يعني حاجة من دي واحدا من التجليات المخيفة هدي جبل ومحن عبد العزيز هدي سادومبا الشعر بتاعه سادومبا بده حاجة صغيرونة جدا صغيرة شديدة وانا داتا لا قدرت اتمها لا قدرت اخليها وعملنا الناس شاحب لون القمر التاوق لعينيك شاحب لون القمر التاوق لعينيك وناعز خاطر الفرح الساند حيله عليك ارجع لملي بكل احزانك وعرف ان الدنيا تضحك بسم عليك محمد نحن باللملم بعض لحلغتنا دي وانا نملم الجنون النسرناو على المشاهدين نحن في العيد دار خوش لمحور العقلان شوية ودي زول اتهام صلاحول انت متهم انك فن عن النظام السابق يعني شاركت في مخرجانات غنيت لهم كثير غد يكون الشارع الان خاصة انه في الحمية بتاعت الثورة بترفض اي زول تابع مثلا للنظام يعني شعور عام كده انطباع عام بقايد عند الشعب وعند الناس فالحكاية دي هل ممكن تخسن منك وانت تصنيفك شنو وتبريرك شنو للحكاية انا اول حية انا سوداني وابوي سوداني وامي سودانية وجن ستي سودانية وانا حق كله سوداني انا غنيلي اي زول في هذا الوطن الجميل انا حق كل زول في هذا الوطن الجميل وانتحية لكل زول في هذا الوطن الجميل انا لا ملك حد في هذا الوطن الجميل طيب انت عندك سؤال للزبير او لا سعدني سؤال عقلاني سؤال عقلاني انا بس والله ما عارفه هو عقلاني لكن انا عندي سؤال كان للزبير والاصلاح مختصر للزبير الحالة الابداعية وما زالت التمرد الحالة الجنونية دي الاسرة الصغيرة والكبيرة قادرة تتعاطى معا يعني يا صلاح مثلا ناس البيت ممكن نقول لك دي رشاغة منك دي شلاقة في ناس ممكن ما تقبل الفكرة في الحجيز بتاعنا على طعفة وزرافة ممكن تعكس للضبط تكون رشاغة والزبير برضو المزألة بتاعت انا ما مركز على الشعر لكن هي يعني دار عارف البيت ممكن يكون له دخل في انك تكون كيف وتحلق وتلبس شنون الاسرتين يعني ويتلتنا ان الحمد لله اكملتوا نصف دينكم الحمد لله نحن نكتبه بجابة الزبير لانه الزمن هينتهي نعم نعم نسمع الزبير بالله يا اخي شوف هو المسألة مقعدة انفصل يعني وان نغضب المناسبة اصعبه ممكن تلقاه من اقرب الناس لك من داخل الاسرة يعني لكن انا غايته ما معه عارف لكن عندي احساس انه حاجاتي دي تشكلك يعني اكتر حاجة سعيد بها بينه انا شكلت حاجاتي ب ارادتك بارادة كاملة وبخناعة كاملة سعيد بي سعيد بي سعيد بي سعيد 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 اي تماما تمام متصالح تمام مع هذه الحالة برغم اصغاطات المجتمع ورأي وحاجاته محمد طيب احنا زمننا انتهى سعيدنا جدا والله يا طاهر صادمبا شرفتنا وانت اقلاهم جنا واهدأهم يعني انا ما عارف انت قبل الاستوديو اخدت مهديات ولا زادت جرعة لا لا والله وازدت جرعة سعيد نبيك جدا والله يا اخي شرفتنا وكنسانوية طيب سعيد بيكم كمان والله تسلموا هدئس سعيد باللمة السمحة وان شاء الله تكون دايما ربنا يديم عليكم العيد ان شاء الله ان شاء الله زبير كتا خيرك كتير شرفتنا ونورتها بافكارك النيرة وشعرك الغزير جنونك الجميل وجنونك المحبب لكل السودانيين كتا خير كتير شكرا يا اخي اتمنى نكون قدمنا حاجة مفيدة وصححنا بعض المفاهيم الناس اللي بيحبونه بيحبون يعني صلاح ويلي لو وديتنا نطة تكون عزيتنا يا اخو الله انا بالجدل الى حلقة كان الشيغة بالجدنا على السازة الجميل حبيبي وصديقي زيار سايد وكابتن ظاهر سعد امه وصحبي جميل انا احبك جدا في حاجاتك طبعا انت عندك برضو ينوم في الكلام لكن بس حانا دار الله حلقة تعني التحية لكل الاهل في النيل الابيض والتحية لكل الاهل في بوري والتحية لله السوريجية ونقول لهم كل سنة انتم طيبين وربي الحق كل عمانكم شكرا جزيلا طيما العامل الجميل شكرا يا حبيبي شكرا السيدة المخرج ونحن سعدت معك جدا في الحلقة التلاتة اللي قدمنا خلال ايام العيد اذا نجحنا بيبقى ذا توفيق من ربنا وحيحمسنا لتكرار التجربة لاحقة واذا فشلنا ده من عند انفسنا وان شاء الله نكتفي بهذه التجربة ونعود لغواعدنا الصحفية سالمين غانمين وتبقى في النهاية هي تجربة يعني حتى لو كنا عبع على الناس تمنى انه يقبلون على مضض انه احنا بنحاول نجرب مواهب ممكن تكون في اتجاهات ثانية او بندعي اننا ممكن نصهر للناس بشكل مختلف في العهد الجديد في عهد المدنية فاذا وفقنا ده من عند الله سبحانه وتعالى واذا فشلنا ده عهد انه منطل على الناس الا ضيوف والله طبعا محمد نحن معزورين الليل حلقة بتعاد جنون وكل الحلقات الفاتت انه نتمنى انه المشاهدين يعني يتقبلوها وياخذوها يعني مأخذ محاولات يعني او حالات حاولنا نبحث فيها وفي النهاية بقول كل سنة وكل الشعب السوداني بخير وان شاء الله الناس اللي كتب ليهم ربهم انهم يزوروا الكعبة ويعودوا سالمين غانمين ونهاية كده محمد كل سنة انت طيبين وضيوفنا الكرام وكل المشاهدين ومع السلام اشتركوا في القناة